موسيقى ما أجمل العيش مع سنة سيدنا رسول الله وما أجمل الحديث مع الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يحكي لنا العدنان أروع القصص فيها العظات وفيها للورى عبر معنا اليوم إن شاء الله قصة جديدة من قصص السنة النبوية المطهرة روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية وهذه القصة النبوية المطهرة يرويها لنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه روى لنا أشياء حصلت في بني إسرائيل هذا رجل من العباد اسمه جريج العابد هذا الرجل كان في زمان بني إسرائيل وكانت له صومعة يعني صومعة قالوا الصومعة مكان للرهبان يتعبدون فيه إحنا عندنا المساجد نصلي في المسجد ونتعبد لله ونخشع ونخضع ونصلي القيام والتهجد وكل الصلوات في المساجد طب إيه الصومعة قال لك الصومعة مكان مخصص للعبادة كان الرهبان من النصارى يتعبدون لله فيه لذلك لما تقرأ القرآن كده شوف ربني أقول إيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا مين الذين قالوا إن نصار له ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أهو الرهبان لهم صوامع يتعبدون لله فيها فسيدنا النبي بيقول لنا في هذا الحديث إنه كان في بني إسرائيل رجل عابد اسمه جريج يتعبد في صومعة مكان كده خصصه للعبادة زي ما بنقول عندنا للصالحين اتخذ خلوة للعبادة خلوة مكان كده يتعبد لله فيه فجريج اتخذ مكان للعبادة وكان عابد فجاءته أمه نادت عليه وهو يصلي فأم جريج قال إيه أمي أم صلاتي أجيبني ده أمي ولا أكمل صلاتي فنادت عليه مرة ثانية في بعض الروايات يقال بأنها نادت عليه ثلاث مرات يا جريج هو يفكر أمي ولا صلاتي يكمل الصلاة يا جريج أمي أم صلاتي يكمل الصلاة في المرة الثالثة بقى لما لم يجب جريج على أمه دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات في بعض الروايات حتى تريه وجوه المواميس من الممسات؟ ألك العاهرات الفاجرات الزانيات والعياذ بالله أمه غضبت عليه فدعت عليه هذه الدعوة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات أو المواميس جمع ممس أو يعني بمعنى عاهرة أو زانية أو امرأة فاجرة يقول الإمام ابن حجر في شرح الحديث أنها لو دعت عليه بالفتنة لفتن يعني لو أمه قالت اللهم افتن جريج لفتن جريج ولكن شوف الدعوة حتى فيها رحمة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات ممكن يشوفها في الشارع ممكن يعني يقبلها في طريق إنما هي لم تدعو عليه بالفتنة زي المثل بتاعنا اللي بقول لك إيه أدعي على ابني واكره اللي يقول أمين أهو كده أهو دي بزيها بالظبط فهي دعت عليها اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات أو المواميس بعد شوية جاءت امرأة اللي هي بقى المرأة الفاجرة العاهرة دي وطلبت من جريج أن يقع عليها قالت له أنا جئتك وأريد منك أن تقع علي يعني يزني بها فحفظه الله جل وعلا من الوقوع في الفاحشة فخرجت المرأة وطلبت من راع يرعى الأغنام أن يقع عليها فالراع وافق فحملت المرأة فسألوها انت حملت من مين فقالت الذي في بطني أبوه جريج فجريج لما اتهموا هذه التهمة جاءوا إلى صومعته وكسروا الصومعة المكان اللي بيتعبد فيه هدموه وكسروا فلما فعلوا هذا جريج أخذ يفكر إيه الذنب اللي أنا عملت أنا عملت إيه إيه اللي حصل مني إن أنا أقع في هذا الأمر وأتعرض لهذه المرأة التي تتبلى علي فأعد يفكر جريج يفكر فتذكر أن أمه نادت عليه ولم يجبها فذهب إلى أمه وقبل يديها وطلب منها الصفح فصفحت عنه وسامحته شوف بقى الإرادة بتاع ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يثبت براءة جريج فالمرأة ولدت والولد في أديها وهي اتهمت جريج أنه هو الذي وقع عليها والولد ابن جريج فإذ بجريج وهو واثق بربه يقول للطفل الرضيع من أبوك فنطق الطفل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون وقال أب الراعي فبرأ الله جريج ربنا برأ جريج وكان هذا الطفل من ضمن الأطفال الذين تكلموا في المهد الطفل بتاع جريج تكلم في المهد سيدنا عيسى تكلم في المهد شاهد سيدنا يوسف تكلم في المهد ابن صاحبة الأخدود تكلم في المهد وقال يا أمه قعي ولا تقاعسي فإنك على الحق دول من ضمن الناس اللي إيه اللي نطقوا في المهد فبرأ الله جريج نتعلم من هذه القصة ومن هذا الهدي النبوي الشريف أن إجابة نداء الوالدين مقدم حتى في الصلاة طب لو أنا بصلي صالتنا في له والأب أو الأم نادوا علي أترك الصلاة وأجب نداءهما يعني لو واحد بيصلي صلاة تطوع نفلة وابوه أو أم نادوا عليه يترك الصلاة طب لو بيصلي صلاة فريضة يخفف في الصلاة ويجب نداءهما نتعلم من هذه القصة أن الكرامة حاصلة للأولياء الكرامة أخت المعجزة المعجزة يجريها الله على يد النبي والكرامة يجريها الله على يد الولي العبد الصالح وجريج ده إيه؟ عبد صالح من عباد الله سبحانه وتعالى زي ما حصل في القرآن مع سيدنا الخضر وسيدنا موسى ما هو سيدنا الخضر ده كان نبي ولا ولي؟ كان ولي عبد صالح أجر الله الكرامة له على يده مع سيدنا موسى شوفوا قلوا على السفينة وقلوا على الغلام وقلوا على الجدار ثلاثة العلماء بتوعي التفسير الإشاري يقول لك إيه؟ لا ده فيه كرامة تلتة حصلت مع الخضر إيه الكرامة الرابعة كرامة رابعة إيه الكرامة الرابعة أنه قال لموسى في البداية إنك لن تستطيع معي صبرا فمن أنبأ الخضر أن موسى لن يستطيع معه صبرا الله كل الله كما يريد يكون لك كما تريد وفوق ما تريد ويلن لك الحديد لأنه الفعال لما يريد إيه المطلوب من الإنسان أن يكون بارا بأبيه وأمه لأن البر بالوالدين ينجي الإنسان من المهالك لأن البر بالوالدين يكون سبب في إجابة الدعاء قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه والبر ده العقوق بتاع الوالدين تعجل العقوب عليه في الدنيا قبل الآخرة طب البر أيضا تعجل وبعض الناس يقول لك إيه يقول لك لما تموت الأم ينادي منادي ويقول ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل خيرا نكرمك من أجله هذا كلام باطل كلام غير صحيح ما فيش حاجة اسمها ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل خيرا نكرمك من أجله لا إنما الصحيح في هذا المعنى أن بر الوالدين كنز يفتح بعد وفاتهما إلا هيبر أبوه أمه الأولاد هيكونوا برين به في الدنيا وهيرى ثواب البر في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب والعيوب اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت الحسنى وزيادة آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته